اشتركوا في القناة وعما قريب ان شاء الله ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك او الصليبية التي اعلنت عذاءها للاسلام وقامت بزرع اخوان القردة والخنازير في فلسطين ليمنعوا نهضة الاسلام من جديد ستكون عاصمتهم نقطة متقدمة للفتوحات الاسلامية التي تنساح في اوروبا كلها ثم تلتفت الى الامريكتين بل الى اوروبا الشرقية وظن ان ابناءنا او احفادنا سيكونون هم الذين يرثون جهادنا وتضحياتنا ليكون قادة الفتح منهم ان شاء الله ونحن اليوم نزرع هذه البشريات في نفوسهم ونؤسسهم من خلال المساجد والمصاحف ومن خلال سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة الاولين والقادة العظام لهذه المهمة مهمة انقاذ البشرية من نارهم على شفى حفرة منها